مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكو في حلقة جديدة من برنامجنا سوبر كيز طبعا احنا رجعنا لكم بعد غياب طويل وزي ما عودناكم ان احنا بنرجع كل حلقة وبيكون معينا حد مبدع في مجاله طبعا معينا النهاردة مشرفنا في حلقتنا الفوتوغرافر محمد رمضان اهلا بيك محمد طبعا احنا زي ما قولنا هنا برنامجنا بنهتم باللي بيهتم بالاطفال فمبدعيا عرفني وعرف المشاهدين مين هو محمد رمضان وبعدين نتكلم بقى محمد رمضان 22 سنة طالف قليت حقوق طالف قليت حقوق درست بقى في مجال التصوير ولا اوه يا التصوير دي هويت هويتك اوه ما انا بقول برضو حقوق مالهاش علاقة بالتصوير خاصة اوه انت عرفني انت بقى لك قد ايه تشتغل في مجال التصوير انا هويت التصوير الاول كنت بقجر كاميرا وكده وبنزل مع صحابي وصور ومع الوقت بقى شاريت كاميرا وحتى ما كانش يدمغي الفلوس كنت بعمله مبلغ بسيط انت اكتشفت اصلا الموهبة ازاي يعني؟ يعني كنت بصور صحابي كانوا انا اللي واحدة كنت بصورهم اوه كانوا يقولوا لك انت تصويرك كويس فعلشان كده بقى انت خدت بقرار اوه وبقيت مصور في توغرف عاوز اعرف درست ولا لأ؟ لا 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 مع الممارسة تعودت ولا اي كورسات ولا اي حاجة ما شاء الله يعني دي حاجة ندرة جدا الندر ما بشوفها دايما بيقول لما يكون معايا فوتوغرافر يقول لي مثلا انا اوه كان عندي الموهبة بس اسقلتها بالكورسات اوه انت الموهبة تكون احسن احسن من الكورسات طيب عرفني بتختار اللوكيشن بتاعك طبعا انا شفت صور كتير ليك طبعا كان نفسي ان اعرضها كلها النهاردة شفت اكتر من اللوكيشن وعندك بقى كمان في حاجة انا لاحظتها من الصور اللي بشوفها ان انت عندك وفاق للوكيشن اللي بتصور فيه قوي يعني فيه لوكيشن كده شفته فيه زرع وشجر وحاجات كتير كده شفت فيه اكتر من سيشن بس بشكل مختلف فطبعا ده ابداعي يعني فاعرفني بتختار المكان بتاعك باي معايير لما حد بيجي مثلا ياكي استيشن بقول للأول وريني هتلبس ايه اللبس اللي هيلبسه بنصك عليه المكان وبس ببدا بقى مثلا هو مختار مكانه وهيلبس اللبس ده ومش هينسب فبخلي المكان ده اصلا انت تجاوبتني على سؤالك وانت هسأله لك ووفرتها علي يعني اه يعني انت بتختار اللوكيشن على حسب الشخص اه حسب الشخص واللبس على حسب الشخص واللبس طب ده شيء كويس ليدا طيب عرفني بقى انت دلوقتي مثلا بيجي لك حد يطلب ان انت تتصوره او عنده فكرة معينة طيب الفكرة دي لو مش عقبك بتحاول تضيف لها ولا يعني الفكرة نفسها لو اضيف لها حاجات او اغير الفكرة نفسها بقدر اعمل هيلب طبعا انا بما ان الصور نزلت قدامي احنا كنا قلنا عملنا زي مبادرة كده وقلنا ان الاطفال تعمل ترويج وتشجيع للسياحة في مصر وانت من الناس اللي كانت معينا طبعا من المميزين وكان معينا كمان علي ابو الوفى وكان معينا صلاح فانت فضلت ان انت تصورهم في مكان معين بعيد بقى عن الاهرامات طبعا ده الشغل طبعا زي ما قلنا الفيديو كليب فعاوز اعرف طبعا احنا معنا الصور اهي تكلمني بقى انت جات لك الفكرة ازاي ان انت تصورهم في المكان ده وهو مالوش اي علاقة بانه مكان اثري بس الصور طلعت حاجة واو يعني هو انا حبيت ابقى مختلف عن مثلا خلي لبس الفران في الاهرامات احنا متعودين عليه في الاهرامات في الاماكن عامة الاثرية يعني هو عامة ما كنش عايشين في الاهرامات عامة كانوا عايشين في حياتها باقي انت صح انا بقول احنا تعودنا على كده اه انت صح فلازم انا غير يعني اي فكرة يعني اي حد بيلبس الاهرامات بيروح الفرانة بريح الاهرامات اه تمام اه بس ده المعتاد اه فانت بقى جات لك الفكرة من ان انت تصورهم في المكان ده وليكوشن ده بس لان زي ما كنت تراشفهم في صحر على طول داينة اه انت يعني رجعت الحياة الحياة رجعت احنا اللي فكرنا غلط احنا يريت لو معنا الصور تاني نرجع لها معنا هنا سلين يعني انا ما معرفش فيها او ما دخلتش فيها بس طبعا انا عارفة ان شغل الاطفال كان مرهج جدا تمام فعرفني بقى ليه بتحب الشغل مع الاطفال طبعا انا عارفة يعني باشتغل مع الاطفال بس عاوزة اعرف منك بما انك شاب فدايما نلاقي الشباب شغل الاطفال بيبقى بالنسبة لهم صعب هو في البداية ما كنتش بيصور الاطفال خالص بس انا جيت في مرة طلبتها لجروب عايز حد بصوره بنت كبيرة مثلا في بنوطة ما ميتها حدوا صورتها في الكومنتات فاخترتها وصورتها في الاعرامات ساعتها ومن ساعتها انا حبيت الاطفال بقى او يعني ايه طفل حبيبتك في الاطفال جنوب والاطفال حبيبون للصبر معانا صورة كمان يعني انت اخترت لهم بعض اللقطات او حركات في التصوير مختلفة عن باقي السواء يعني مثلا صورة زي دي مثلا فاقول لي جبت الافكار دي منين بتعمل سيرش ولا هو ده بقى انت بنيها بصي السيرش عمتا انا ما بحبوش تقليد اه اه انما الفكرة ما تيجي قدامي كده الشخص قدامي فبقى تقلب من وهو هو انا شايفي قدامي حد ممدع جدا يعني ما شاء الله عليك طيب انت قلتلي ان الاطفال انت حبيت الشغل معهم قلتلي بقى لك سنتين بتشتغل مع الاطفال ليك طبعا اكتر من سيشان كان ترند قوي على السوشيال ميزيا فعاوزك تكلمني كده عن اكتر سيشان او اكتر فكرة انت عملتها وفعلا نجحت وضربت مع الناس هو فيه فكرتين اه احنا طبعا مش معنا الصور بس اكيد اهنا عارضها في حلقة تانية او تلاتة كمان تلاتة اول فكرة بتاعت حبيبة تتلبس الموسك بتاع السيشان والإدمان اه تاني فكرة بقى اللي كان بتاعت الرعب اه الرعب الرعب مع اطفال مش بتحسها انا ما بحسهاителя بس انا تقريبا شفتها كان ولد وبنت وكان في دي فكرة عبارة عن أن هم حفل الزباف هم وبعد الساعة 12 من حفل الزباف هم اتحولوا ضعوا اتحولوا أنا شفت الناس كتير انتقضت الفكرة مع ذلك أن هنجحت بس اللي فهمه هم اللي فهمين عسلاني بقى بشوف الأجانب معظم الأفلام أبطالها أطفال فأنت عشان كده فضلت الشغل معهم ويبتالت فكرة بتاعت مصطفى الكريسماس مصطفى نوفل طبعا أنا شفت السيشن وطبعا هيكون الصور زي معناه في حلقات جاية كتير وطبعا يا محمد أنا مبسوطة جدا أن أنت كنت معي النهاردة وزي ما قلت أنا شايفة حد موب داع جدا في شغله طبعا بتمنى لك التوفيق لو حبيب توجه أي كلمة أخيرة تفضل يعني بإذن الله الفترة الجاية بقى في شغل أحلى وأفكار أحسن وأنا بحب أعمل الأفكار كلها مع الأطفال لأنني بحسنهم مميزة جدا عنكم بقى يتابعوك على البيتش بتاعتك اسمها محمد رمضان أبيتش بالإنجلش صحي كده بشكرك جدا يا محمد وإن شاء الله تكون معناه في حلقة جاية بإذن الله واتمنى لك التوفيق مشاهدينا انتظرونا بعد الفاصل